السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النائب العام يأمر بالقبض على أشخاص قاموا بمضربة جماعية في حفر الباطن وإليكم التفاصيل صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن انتشار محتوى معلوماتي عبر برامج التواصل الاجتماعي يظهر فيه أشخاص بمضربة جماعية والاعتداء على بعضهم باستخدام آلات حدة فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله أمرا بسرعة القبض على أطراف الواقعة استنادا للمدتين 15 و 17 من نظام الإجراءات الإجراء الجزائية وأحلتهم إلى النيابة العامة وأن الجناء يواجهون عقوبات مشددة باعتبار ضروري خطورة الجريمة ومساسها بالنظام العام مؤكدا على أن مرصد الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه التعجع لأمن المجتمع واستقراره وأن النيابة العامة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمكافحة الجرائم وإقامة الدعاة والجزائية على الجناء بما يحقق الزجر والردع بشكركم على حسن ترجمة نانسي قنقر